الفيروس كان يستهدف كل البشر بدون هوية لا أثنية لا عرقية لا قومية ويستدعي اهتمام كوني عالمي لربما بيصبغة سياسية تجارية صلاع أمريكي صيني ولكن الفيروس القمع عندنا بالعراق يستهدف على أساس هوية سياسية المتظاهر طيب بس سام يعني ما تعتقد الإدانات الدولية لقمع المتظاهرين نحن نقول كانت خجولة شوية برأيك يعني غير مؤثرة مقارنة فيروس كورونا لا نحن نتحدث عن تأثيرها يعني نحن نتحدث عن تأثير التظاهرات اللي خلت 16 دولة على سبيل المثال توقع على بيان مشترك يعني ما أتصور في تاريخ المنطقة العربية أنه 16 دولة اللي تمثل ثلثيا من التحاد الأوروبي إضافة إلى دول أخرى وقعت على بيان مشترك في تظاهر معين إذا كانت في تونس إذا كانت في مصر إذا كانت في أي دولة عربية